عزمك على العشاء على مطعم أبو نواس أو إذا بتحب مطعم R.S.D لا شو أبو نواس خلينا نروح على R.S.D طب ليه وما له أبو نواس يعني يا عمي R.S.D من اسمه أكيد مطعم ألف ألف وآخر طراز وفاخر لا تتخيلون معي أن الاسم يخدع أحيانا هو أحيانا أخرى يظلم ويعطي انطباعا بأنه أقل مستوى من غيره أتحدث هنا عن الأسماء العربية للأماكن مقابل الأسماء باللغات الأخرى وكأن الاسم العربي للمطعم أو المنتج أو المكان السياحي هو مكان شعبي أقل مستوى من غيره فمثلا أبو نواس وأنا أعطي مثال فقط يعني صار مرتبطا في الذهنية العربية بالحي الشعبي بجلسة غير فاخرة بالأكلات الشعبية فول حمص فلافل وبصل أخضر يا سيدي وعلى أنغام هجرتك لأم كلثوم علما أنا طبعا من عشاق أم كلثوم في حين سيكون R.S.D له وقع على آذاننا مختلف وستسافر بنا المخيلة إلى حيث الحي الراقي والجلسة الرومانسية والموسيقى الهادئة والنادلات الجميلات وحيث إن الطبق أو من الطبق تشبع العين قبل البطن أحيانا ولكن قد تفاجأ أن النقيض هو الصحيح في الواقع ترجمة نانسي قنقر